في معركة المسيرات الدائرة داخل الساحة العراقية تتصاعد بخاوف زعزعة الأمن والاستقرار من جهة واعتماد السلاح المنفلت من جهة أخرى في الشارعين السياسي والشعبي استهداف مقر العسكري لقوات البيشمرق والذي أعده خبراء تطور جديد وخطير في مسلسل الفصائل المسلحة أكد رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني بخطورته على معادلة الأمن والاستقرار في الداخل العراقي إلا أن المفخختان ألتان استهدفتا البيشمرق شمال أربيل وخلف أضراراً مادية فتح نار التصريحات بين حكومة المركز والإقليم والتي بدأت بإذانة من أربيل ومطالبة الحكومة العراقية بتحمل مسؤوليتها في ردع الجنات ومحاسبتهم وهو ما صرحت عنه بالفعل حكومة بغداد بتوجيه السوداني فتح تحقيق بالحادثة لكن تصريحات وصفها المتحدث باسم الحكومة والتي بعثت للغرابة وصفها بالمضللة على حد تعبيره والتي تضمنت حديثاً عن تجويع مواطنية الإقليم التصريحات التي اعتبرها محللون بالأولى من نوعها من حيث اتهام بغداد باستعمال فصائل أبوال حكومتها والسلاحها لشن الهجمات تصريحات قراءها مراقبون بلغة تفسيرات ثقيلة العيار تحديداً ما قالته مصادر أمنية عن أن تلك الهجمات شنها عناصر من حزب العمال الكردستاني والتي تعمل بمعية فصائل مسلحة وعلى الرغم من أن بغداد تفاجأت بتلك الحادثة إلا أن حرب التصريحات التي احتدمت بين البركز والإقليم توضع في حسابات الحذر من الدخول في دوامة خلافات كانت بغداد وأربيل قد طوت صفحته منذ وقت قريب ترجمة نانسي قنقر